موسيقى فوائد زيت الخردل المذهلة للعثوم تشكل الزيوت النباتية علاجا طبيعيا للكثير من المشاكل الصحية والأمراض ومصدرا للمغذيات والفيتامينات التي يحتاجها الجسم باستمرار وهي أيضا مهمة للحفاظ على الجمال فكثيرا ما تستخدم الزيوت النباتية في تحضير مسكية البشرة لتبقى نظرة ومشرقة وكذلك الأمر بالنسبة لمستحضرات التجميل والمسكية المخصصة للشعر فهي تجعله أجمل وأكثر حيوية والزيوت النباتية هي تلك الزيوت التي يتم استخلاصها إما من بذور أو الثمار أو أوراق النباتية ومن أمثلتها زيت الخردل الذي سنتعرف عليه وعلى الفوائد التي يقدمها للعظام في هذا الموضوع عشبة الخردل قبل الحديث عن زيت الخردل لا بد لنا أن نتعرف على نبتة الخردل أو كما تدعى بالإنجليزية المستردة هي إحدى النباتات العشبية الحولية ويبلغ ارتفاعها ما يقارب المتر وتمتاز هذه النبتة بغزير التفرع أغصانها خاصة تلك النامية في قمة النبتة أما أوراقها فهي بسيطة ومتبادلة ذات شكل رمحي وأزهرها صفراء اللون مفصصة تنمو على شكل عناقي بينما ثمرها استوانية وقرنية الشكل لونها أصفر مائل إلى البني تحمل بداخلها بذور صغيرة الحجم وكروية الشكل بالذور الخردل بالذور الخردل هي بذور صغيرة الحجم تحتوي على فوائد عظيمة جدا للجسم تفوق حجمها الضئيل بأضعاف لذا منحها الله عز وجل أهمية في كتابه الكريم فقد ذكرها في قوله يا بني إنها إن تكي مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم وعادة ما يتم الاستفادة من بذور الخردل إما بإبقاء البذرة كما هي والاستفادة منها أو عن طريقة حنها واستخدام مسحوقها كتوابل أو عن طريق استخلاص الزيت الموجود في بذورها فهو زيت غني جدا وذو فائدة عظيمة وزيت الخردل أصفر اللون ذو طعم لاذع ورائحة النفاذة بعض الشيء الفوائد العظيمة لزيت الخردل فوائد زيت الخردل للعظام يحتوي زيت الخردل على الكثير من المواد الغذائية المهمة للجسم كما أنه يتميز عن غيره من بيق الزيود بنسبة الدهون المشبعة الضئيلة فيه واحتوائه على نسبة عليه من أميغا 3 وأميغا 6 والأحماض الدهنية والماغنيسيوم الأمر الذي يجعل منه زيتا مفيدا لجميع أنحاء الجسم وخاصة العظام والمفاصل فهو يستعمل لعلاج الروماتيزم والتهابات المفاصل ويحد منها كما أنه مفيد جدا لعلاج التواء الكاحل وهو مسكن لجميع علام العظام والمفاصل وزيت الخردل غني بالفسور الضروري لبناء العظام وبقاءها قوية طرق استخلاص زيت الخردل هناك ثالث طرق لاستخلاص زيت الخردل من البذور اخضع بذور الخردل للضغط فعندما يتم الضغط فإن زيتها يخرج مباشرة طحن بذور الخردل وخلطها بالماء ومن ثم استخلاص الزيت من خلال عمالية التقطير القيام بغرس بذور الخردل مع الزيوت النباتية الأخرى مثل زيت فول الصوية والله أعلى وأعلم أتمنى لكم الصحة والعافية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم إشعارات القناة وجزاكم الله خيرا